أجرى تلفزيون المصرية لقاءات خاصة مع عدد من نواب مجلس الشيوخ حول مشروع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه المجلس بصدد دلوقتي قانون مهم جداً اللي هو قانون التأمين الموحد أولاً لازم نعرف أن احنا بصدد توعية الشعب المصري ما أهمية التأمين لأنه فيه نقص جامد جداً في التوعية بهذا الموضوع هذا يعرف جميع البلاد المتقدمة وجميع بلاد العالم المتطورة التأمين إجباري على كل شيء أهمية قطاع التأمين هو يعتبر من أهم القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر وبنلحظ ده من مبلغ صافي الاستثمارات اللي وصله اللي بيفوق 131 مليار جنيه و466 مليون والرقم ده حقيقي بين الأرقام اللي حتكون مؤثرة جداً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر أهمية هذا المشروع أن ده مشروع بيهتم بصناعة مهمة جداً في العالم ومصر بدأت تبصي لها بصة جديدة أنها تستفاد لأن الصناعة دي يمكن توصل قولنا حوالي 6 تريليون دولار على مستوى العالم إحنا نصبنا فيهم ضعيف جداً فإحنا بنحاول نطور ونريح المستثمر نخليه نقوله تعالى اشتغل معنا في هذه الصناعة هذا القانون إحنا اللي بصنا عليه أو هلاقيه أنه كان منذ السالة الصناعة يعني بدنا أربع عقود هذا القانون وعليه تعديلات كبيرة جداً النشاط التأميني نشاط مهم ونشاط اقتصادي مهم جداً خاضع في مصر لعديد من التشراعات من هنا جاءت فلسافة هذا القانون أن نحن عاوزين نعمل توحيد لعديد التشراعات